هذا ولي الحديث عن الموضوع سعيد باستضافة الأستاذ عبدالغاني بوسى المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا أهلا بك أستاذ وشكرا على قبول دعوة شكرا على استضافة الأخ محمد لكن قبل الحديث عن هذه القضية نتحول بكم مشاهدين إلى مجلس قضاء العاصمة أين تتواجد زميلة ياسمينة دهيمي أهلا بك ياسمينة أنت على المباشر ما الجديد في اليوم الثاني من جلسة محاكمة ما يعرف بسنطراك واحد نعم صباح الخير زميلي بوسى إذن استأنفت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة لليوم الثاني على التوالي محاكمة المتورطين في قضية سنطراك واحد بحيث لا يزال تلاوة قرار الإحالة متواصلا لحد الساعة من قبل كاتب الضبط فيما سيباشر رئيس محكمة الجنايات برئاسة محمد رقاد في استجواب المتهمين التسعة عشر خلال الساعات المقبلة هذا ما في جوابتنا اليوم بحيث سنوفيكم بتفاصيل أوفر حول مجرية المحاكمة في نشراتنا اللاحقة شكرا لك ياسمينا ذهيمي موفدة تلفزيون النهار إلى مجلس قضاء العاصمة هذا وسنعيد ربط الاتصال بك إن جد جديد عودة إلى الأستاذ المحامي معي في البلاطو بالحديث عن هذه القضية التي أثارت الكثير من الجدال في ساحة الوطن منذ ربما بداية التحقيق قبل سنوات وإذا عدد من المتهمين رهن الحبس المؤقد ربما المأثيرة في اليوم الأول من انطلاق جلسة محاكمة سنطراك واحد هو تطبيق المادة السادسة مكرر من قانون الإجراءات الجزائية لو تحدثنا عن هذه المادة أستاذ طبعا المادة أستاذ من قانون الإجراءات الجزائية تتكلم على تأسيس الخزينة العمومية يعني نائب العام عنده الحق في تأسيس الخزينة العمومية كطرف المشكلة أن الدفاع محامين المتهمين أطروا مشكلة أن الخزينة العمومية ما كانش طرف في النزام الأول لا في التحقيق إداع شكوى ما كانش من طرف الخزينة العمومية إذن الماداستا فيها هناك تفسيرات قانونية الدفاع من جهة يقول بأن مدام الخازينة العمومية ما كانتش طرفا في النزاع ما كانتش لا في التحقيق لا ممتل الخازينة العمومية ما يمكنش اليوم في الجلسة في الجنايات تأسيسها يعني بعد كل هذا التحقيق النائب العام عنده رأي آخر وتفسير آخر الماداستا مكرر يقول أن مدام الأموال هذه أموال عمومية وشركة سونطراك شركة وطنية عمومية مدام أموال عمومية ومشارب له الحق في تأسيس الخازينة العمومية نعم وشيء المعروف ربما أنه أي شخص أي مؤسسة حتى وإن لم يتم سمعها في التحقيق الأولي وتحقيق القضاء يمكن له أن يتقدم خلال اليوم الأول من الجلسة ويطلب تأسيسه كطرف مدني نعم يمكن له لكن ربما هذا في قسم الجنح في الجنايات يعني إجراءات خاصة المدستلة القانون الإجراءات الجزائية يحكم في الجنايات كان إجراءات خاصة حقيقة في محكمة الجنايات وإجراءات بالنسبة للجنح ولكن تأسيس طرف مدني في قادية مثل هذه في قادية جنايات يكون إجراءات والتأسيس يكون مقبل يعني قبل ما تكون الجلسة نزيد ونشيره إلى نقطة مهمة أن الجلسة كانت أول جلسة في الدورة اللي فاتت وتم يعني ديكالو يعني جلسة وكانت الخزينة العمومية مش حضرة لا في التحقيق اليوم نائب العام ولأسباب يعني تهم نائب العام يعني أن اليوم الوزارة تحب أن تكون الخزينة العمومية طرفا في نزاح المحامون عندهم تفسير آخر مدى السطا يقول لك أنها مدى ما كانش طرف ما هي صاحبة شكوة لا يمكنها أن تكون يعني حتى توصل وصلنا اليوم إلى الجلسة وتكون طرفا في نزاع هذا هناك يعني اختلاف في تفسير مدى السطا مكرر نائب العام عنده رأي وعنده تفسير للمدى السطا مكرر يقول بأنها عندي الحق في طلب تأسيسها والدفع طبعا رامي دفع المتهمين ما وش مصالحهم أن الخزينة العمومية تكون طرف لأن الطلبات رح تكون على كاهل المتهمين لأن ربما بعض المحامين أكدوا بأن الخزينة العمومية ليست طرف مدني بدعوة بأن مجمع السنطراك هو الضحية الأول لكن بالعودة إلى ما دار من نقاش يوم أمس هناك من يقول بأن أموال السنطراك هي أموال للشعب وأموال الدولة إذن يمكن للوكيل القضائي للخزينة العمومية أن يتقدم أمام القضي ويتأسس كطرف مدني ما رأيكم في مثل هذه الأقوال رأينا كقانونين مؤسسة سنطراك قانوني مؤسسة عمومية حقيقة أموال عمومية ولكن سنطراك مؤسسة مستقلة لها دمامالية يعني ما تحتاج حضور هي مؤسسة عمومية تجارية وقتصادية عندها سيجل تجاري تنشط بمجبس ديجيتاري مستقلة دمامالية وأول شركة في الجزائر يعني ما يحتاجها وتعتبر حقيقة ضعية في هذه القضية ورأي مؤسسة كطرف مدني وتم سماع ممثلين شركة سنطراك كطرف مدني ما يش محتاجة إلى أن يكون ممثل الخازينة العمومية ممثل الخازينة العمومية إجرائيا يتمثل في قضايا يعني بالنسبة لمؤسسة دات سبغة إدارية بعض القضايا وين تكون دات سبغة إدارية يكون ممثل الخازينة العمومية كطرف مدني ويدخل كطرف مدني ولكن شركة سنطراك حلقة خانونيين تفسير مدى استمكرر يكون هذا أن مؤسسة السنوات مستقلة نعم ننتقل إلى نقطة أخرى كذلك أستاذ عبدالغاني بالحديث عن ما دار من نقاش خلال الساعات الأولى من محاكمة هذا الملف الذي أثير حوله الكثير من الجدل الدفاع عدد من المتهمين طالبوا بانقضاء الدعوة العمومية بالتقدم بدعوة هناك تعديلات أخيرة لقانون الإجراءات الجزائية بالنسبة لهذه النقطة نقطة قانون بحثة يعني القانون الإجراءات الجزائية حقيقة تتعدل ولكن بالنسبة للمواد التي تكلم عن التقدم وعلى المدة تعتقدم كان نظن أن القانون ما عنده شئة رجعي بالنسبة لهذه النقطة قانونية يعني مدى مصدر قانون إجراءات الجزائية ولكن ما عنده شئة رجعي ووقاع القادية والتحقيق رهم منذ مدة كان قبل صود القانون الإجراءات الجزائية إذن بالنسبة لها التقادم هناك نقاش على كل حال قانوني كان جهة تقول بأن المادة هذه القانون تتعديلي مس القادية مدام أن القادية رهي مطروحة أمام محكمة الجنايات وكان فارق آخر يقولك لا بالنسبة للقادية مدام الواقعة كان تقبل تعديل قانوني جوالجزائية فتقادم هذه المادة ما تمشي وهنا يقعد نقاش بالنسبة لهذه النقطة القانونية لأن دايما حتى القانون ليكون جديد والتعديل كان هناك تفسير وكان آراء بالنسبة يكان قاعدة عامة قانونية وفقية يقولك لا رجعية للقوانين قانون عندما يصدر يطبق حتى أن تعديلات سيتم تطبيقها بداية جون في 2016 منها قانون العقوبة الذي تم تعديله ليبدأ يصبح سري المفعول يوم 23 جون في 2016 يصبح سري المفعول قانون العقوبة الجديد بالحديث عن طرف ربما لديه ثقل في مثل هذه القضايا سيتم ربما سماع عدد من الشهود لكن يوم أمس ربما بالمنادات لهؤلاء الشهود الذين تم سماعهم خلال تحقيق القضاء الأولي هناك غياب بعض الشهود لكن هناك من أصر سواء من هيئة المحكمة وكذلك هيئة الدفاع بسماع بعض الشهود من بينهم أجانب حتى أن بعض الشهود سيتم استدعائهم بالقوة العمومية نعم بالنسبة لهذه النقطة برك نفرق أن بالنسبة للجنايات إجراءات لمحكمة الجنايات سماع شويد ليس كما محكمة الجونح بش يعني المواطنين يفهموا أن حضور شهود في محكمة الجنايات في بعض القضايا وينشى هذا تحهم يعني ألي بريمورديال يعني مهمة جدا في القادية مهمة للطرف المدني والمتع وحقيقة رئيس محكمة الجنايات القادي رئيس محكمة الجنايات له الحق إجرائيا في استدعاء الشهود بالقوة العمومية فقط نفكر بأن الجلسة الدورة اللي فتت القادية من الأسباب المهمة التي تأجلت القادية لهذه الدورة هي عدم حضور شهود أغلبية شهود من مئة شهد اللي هون في القادية حضروا 38 فقط يعني تشوف بأن عدد كبير من الشهود بالنسبة للإستدعاء حقيقة هنا تلت شهود مهمين في القادية تم استدعاء معامة طريق القوة العمومية هذا إجراء قانوني عادي يقدر يكون بطلب من دفاع المتهمين ولكن رئيس محكمة الجنايات أو يكون من طلب عفوين من طلب السيدنا عباب ورئيس محكمة الجنايات يشوف يعني إذا الأمر مهم وأن شهادتهم مهمة جدا وهذا من خلال ميلف ليراو مطروح أمامهم ممكن يستعموا هذا إجراء قانوني يعني باش نفرق أن في مادة الجنايات حضور شهود يمكن لرئيس الجلزة يحطهم تحت النظر يعني يخليهم في محكمة الجنايات وقت ما تحتاج لهم نضم بلي أن لأسباب أن القادية اليوم رأي قراءة قرار والأخر صدح بعض الشهود يعني خليهم باش يستدعيهم لوقت تسمحهم المحكمة نعم بالحديث عن قضية سونتراك واحد وكذلك العديد من قضايا الفساد التي علجتها العدالة الجزائرية خلال سنة 2015 ونحن على مقربة لدخول سنة 2015 بالحديث عن حوصلة حول هذه الملفات التي تمت محاكمة فيها العديد من المتهمين ربما الآن هناك إرادة من العدالة الجزائرية لطيء ملفات الفساد التي أثيرت حولها زوبعة في الجزائر لكن ربما المراد من كل هذه الملفات هو استعادة واسترداد الأموال العمومية المنهوبة وكذلك تعويض الضحايا أنتم كنتم محامية طرف مدنية في قضية الخليفة برأيكم كيف تقرؤون هذه الإرادة من قبل العدالة الجزائرية لمحاكمة المتهمين في قضايا الفساد طبعا محمد أننا اليوم سنجوبك كمحامية أولا كنت محامي كطرف مدني في قضية الخليفة واليوم على كل حال عندك الحق في شيء أن 2015 رأينا إرادة يعني قوية من طرف الدولة وعن طريق وزارة العد لطيها الميرفة نلاحظوا بأن كانت هناك محاكمات منها محاكمة العص كما تسميه مخالفة بعد سرجعيني المتهم وعبد المؤمن خالفة ولكن كمحامين وخاصة كطرف مدني نشوفوا أن جائزة المحاكمة الأولى وجائزة المحاكمة الثانية إلا أن لحد الآن هناك مشكل في تحويض الضحايا وتقدر تشوف أن حتى هناك جمعية ضحايا على البنك الخالفة أن أغلبية ضحايا لم يتم تعويضهم يجب تعويض ضحايا وكذلك بالحديث عن قضية طريق السيار الشرق غرب وكذلك قضية صون طريق يعني من كل هذه المحاكمات هي يجب استرداد الأموال للمنهوبة وكذلك تعويض ضحايا لازم فرق محمد بين المحاكمة المتهمين بين القسم الجزائي والقسم المدني في قضية مثل هذه يعني القسم الجزائي نيابة العامة يعني تابع على كل حال الناس هذون المتهمين بالنسبة للقسم الجزائي هناك أحكام صدرت عن محكمة الجنايات في قضية خالفة بنك في قضية طريق السيار لتعويض الضحايا ولكن تنفيذ القسم المدني لهذه الأحكام رهو موضوع آخر شيء آخر يعني باش نشوف وحنا في الواقع لإمكانية تعويض الضحايا في مثل هذه القضايا السوء يبقى مطروح حتى في القضية لا هي مطروحة ممحكمة الجنايات هل أموال سويدة هناك متابعة ل 15 متهم هناك موقوفين ولكن أموال تحقيق وطرحنا مشكل بالنسبة للقضية الخالفة هو تعين خبير نعم لحد الآن نحن كقانونيين وكدفع للضحايا لا كان هناك خبير مختص لتقييم لتقييم مبلغ حقيقة ليراح للضحايا وليراح لخسرات الدولة وخزينة الدولة من نسبة لها بنك الخليفة إذن السؤال يبقى دي من مطروح والمواطن همه وخاصة أن يشوف حقيقة الناس هدوما يتعاقبوا لقاموا بهذه الجرائي وكذلك يستردد ولكن سددد أموال الضحايا يهمه والرأي يهمه أن الدولة الجزائرية يستردد الهيباتها وتكون عادلة حقيقة يعني إحنا كي تكون حاجة إيجابية شجعوها حقيقة هناك محاكمات الأشخاص هؤلاء هؤلاء الناس المسؤولين يقامهم هذه الجرائم ولكن المواطن العادي يهمه أن تكون استداد الأموال هذه باش تكون المحاكمة عادلة 100% وتكون نتيجة إيجابية شكرا لك الأستاذ عدلغاني بوسى المحامية المعتمد لدى المحكمة العليا على كل هذه التفاصيل التي قدمتها لنا في 90 دقيقة أخبار شكرا لك استضافة محمد شكرا شكرا